في الدروس السابقة تحدثنا كثير عن الاسترينج وقلنا بأن الاسترينج اميوتيبل يعني غير قابل للتغيير أو غير قابل للتعديل يعني شنو هذا الكلام بأن الاسترينج غير قابل للتغيير أعمل هنا نيو فيريبل من نوع استرينج اسمي name وأخلي القيمة لهذا النام خالد مثل ما تعرفون من نعمل فيريبل جديد من نوع استرينج يتم حجز مساحة في الميموري تحديدا في الهيب لأن الاسترينج يعتبر reference type ويتم خزن هذا الvalue خالد في الهيب والهيب يعطينا reference يعطينا address ويتم حفظ الaddress في stack هذا اللي يحصل إذا أجي هنا وأكتب name زائد يساوي مسافة محمد وأكتب console write line name أعمل run البروغرام لاحظ خالد محمد ليش لأنظفة محمد إلى ال name هسا راح تقول أنت قلت الاسترينج immutable غير قابل للتعديل ولكن أنت عملت تعديل على استرينج يعني كان خالد سويت تعديل على الاسترينج وأصبح خالد محمد طبعا بالحقيقة ما عمل التعديل على هذا الاسترينج خلف الكواليس ال C sharp عمل new value يعني عمل new value مع قيمة خالد محمد وخلى هذا ال value في هيب وهذا ال name هو موجود في الاستاك لأنه local variable راح يأشر إلى ال new value يعني خالد محمد وهذا راح يكون موجود في الهيب هذا اللي يحصل لهذا السبب الاسترينج immutable غير قابل للتعديل يعني بالحقيقة احنا ما عملنا تعديل على name سوينا استرينج جديد هذا اللي حصل إذا أجي هنا في خط الثالث اكتب name زائد يساوي مسافة البصراوي شنو اللي حصل في الميموري ال C sharp سوى new string والقيمة مالتا خالد محمد البصراوي وخلى هذا ال value في هيب وهذا ال name هنا في هذا السطر يشير إلى خالد محمد البصراوي هذا اللي حصل يعني ما عملنا تعديل على الاسترينج نفسه لأن ما تقدر تعمل تعديل على الاسترينج في C sharp فسوى استرينج جديد وخلى ال value في هيب وهذا ال name اللي هو local variable رح يأشر إلى ال new string يعني ال address لهذا الاسترينج رح يكون في هذا ال local variable هذا اللي يحصل بالحقيقة هسا رح تقول شنو المشكلة من هذا الشي المشكلة إذا كان عندك برنامج وتعرف هذا الشي بأن المستخدم رح يعمل كثير من التعديلات على الاسترينج هنا الميموري مالتاك عنده مساحة معينة طبعا فرح يسبب مشاكل إذا المستخدم يعمل كثير تعديل على الاسترينج فالحل شنو؟ الحل هو نوع ثاني من الاسترينج في لغة C sharp اللي هو mutable يعني قابل للتغيير قابل للتعديل ويسمى باسترينج بيلدر خلي أكتب هنا استرينج بيلدر هذا الاسترينج بيلدر موجود في system.txt يعني لازم تعمل using the system.txt استرينج بيلدر هو mutable string يعني قابل للتغيير قابل للتعديل أسمي username يساوي new string builder وأعطي في الكونسترينج بيلدر مالتا خالد بهذا الشكل أكتب هنا string builder mutable mutable يعني قابل للتغيير فاسترينج بيلدر هو استرينج ولكن mutable قابل للتغيير قابل للتعديل حاليا القيمة لهذا user name خالد طبعا هنا أقدر أكتب var أعمل comment لهذا وأنزلي شوية console.write line user name أعمل run لاحظ خالد جميل هسا أريد أعمل تعديل على هذا user name اللي هو خالد وهو من نوع string builder كيف أعمل هذا الشيء هذا string builder عنده بعض المثود أقدر أستخدمهم فأكتب user name اللي هو خالد dot append الappend يضيف نص إلى نهاية string builder أكتب بمسافة محمد هذا user name هو خالد وكتبت هنا user name dot append مسافة محمد رح يضيف محمد إلى نهاية هذا النص أعمل run لاحظ خالد محمد مع string builder نقدر نعمل التعديل على النص يعني يعني c sharp ما عمل string جديد مجرد ضاف محمد إلى نفس string القديم هذا اللي حصل وأقدر أضيف أكثر طبعا user name dot append مسافة البصراوي أعمل run لاحظ خالد محمد البصراوي جميل فمع string builder نقدر نعمل تعديل على string و c sharp ما رح يعمل نص أو value جديد في الهيب رح يعمل تعديل على نفس النص يعني هنا النص user name كان خالد هنا أصبح خالد محمد نفس النص أعمل التعديل عليه وهنا أصبح خالد محمد البصراوي فهذا هو string builder وطبعا عدنا methods أخرى user name dot append line هذا يعمل line جديد وبالنهاية أكتب user name dot append على سبيل المثال أكتب second line هذا line يخلي هذا في سطر جديد أعمل run لاحظ خالد محمد البصراوي second line طبعا في معظم الأحيان في مشاريعك رح تستخدم string string الاعتياد ولكن في بعض الحالات إذا كان عندك برنامج والمستخدم رح يعمل كثير تعديلات على النصوص الأفضل أن تستخدم string builder بدلا من string هذه الفكرة كانت من هذا الدرس شكرا لكم وأشوفكم في الدرس القادم درس لماسيك لماسيك ستركون وليس لماسيك لماسيك ستركون لماسيك لماسيك